اشتركوا في القناة والأعمال الصحية تخصص شبكات المياه والأعمال الصحية ولتكلمنا فيها عن أعمال أو نظم التغذية في المباني وحبين قبل ما نبدأ إن شاء الله نحن نعمل كده زي مراجعة على العناصر الدرس أو الحلقة اللي فاتت عشان نقدر نوصل الحلقة الحالية أو اللي احنا شغالين فيها بالحلقة السابقة ونقدر نعمل عملية ربط ما بين الحلقتين وبعض لأن طبعا زي ما قلت قبل كده أن مادة التكنولوجيا من أهم المواد وأخترها على الطالب ليه؟ لأن هي بتشمل أو بتحتوي عندي على أكثر من مادة أو بتجمع أكثر من مادة داخل مادة التكنولوجيا بمعنى لو أنا بتكلم عن مناسيب ومحتاج أعرف مأسات طبعا هلجأ إلى مادة التكنولوجيا وهلاقي الكلام ده موجود عندي في التكنولوجيا زي ما قلت قبل كده لو أنا بتكلم عن رسم وشكل وتفصيلة لخزان أو شكل معين أو جهاز من الأجهزة الصحية اللي موجودة عندي هلاقي الكلام ده موجود برضو عندي في مادة التكنولوجيا لو أنا بتكلم عن تنفيذ والموضوع بشكل عملي وكيفية التركيب وقالية التركيب والعمليات بتتم ازاي والشروط والواجبات الواجب مراعتها عند عملية التركيب هلاقي الكلام ده كله بيدور في مادة التكنولوجيا تحت بند اسمه وصف عملية التركيب أو المواصفات الفنية لأعمال التركيب كذلك لو أنا بتكلم عن معدات وعدد وأدوات الكلام ده برضو هلاقي في مادة التكنولوجيا يبقى أنا هنا لازم بركز عليها في المقام الأول طبعا أنا ما بهملش مادة ولكن عندي أولويات في العمل لأنها بتجمع ما بين زي ما قلت كده مجموعة من المواد وبتشتمل على عناصر كتيرة جدا من خطوات المنهج اللي شغالة معايا سواء في مادة الرسم أو في التخطيط أو في الموايسات أو في التكنولوجيا أو في المعدات والخامات أنا محتاج في الأول وفي الآخر أن أنا أكون ملم بمادة التكنولوجيا وإلا طبعا ما كانتش تميزة عن باقي المواد في ارتفاع الدرجة الخاصة بيها في أعمال التقدير آخر العام تكلمنا عن أعمال التغذية ونظم التغذية في المباني وقلت أن هم تلات نظم أو تلات موضوعات هنتكلم فيها الموضوع الأولاني وده كان طبعا موضوع حلقتنا في الحلقة السابقة قلنا أن أنا عندي تغذية التغذية دي مرحلة أو نظام من نظم التغذية اسمه ضغط المدينة وتكلمنا في اختصار كده وفي عجالة وقلنا أن ضغط المدينة ده بيعتمد أو ببساطة كده اللي هي المحطات اللي بتنشئها الحكومات أو الدول أو الهيئات اللي هي طبعا عندنا ممثلة في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي اللي موجودة عندنا في جمهورية مصر العربية بتنشئ محطات المحطات دي من وظيفتها طبعا بعد عملية سحب وتنقية ومعالجة المياه إلى مرورا بيضخها في المياه وصولا للمساكن حتى وصولها لحضرتك كمياه شرب أو مياه للغسيل المرحلة دي كلها كلا اسمها ضغط المدين تغذية عن طريق ضغط المدين وتكلمنا في الموضوع بتاعنا أن من ضمن مميزاتها أو آسف فيه زي ما فيه لها مميزات لها عيوب عيوبها وأهم عبدة موجود فيها وإن العبدة واضح جدا في الطريقة اللي هتيجي بعدها لأن هي بتكون على المقيد منها لها طريقة الانحضار الطبيعي أو طريقة الخزان اللي هو لو أنا بستخدم أو أنا هاعتمد فقط على ضغط المدينة يبقى أنا هنا لو الأدوار العلوية وده من أخطر المشاكل اللي بتقابل الناس فيه خطوط المياه بالذات لما سكان الأدوار العلوية عند فتح صنابير الأدوار السفلية يعني لو أنا عندي حد في الدور الأرضي فتح المياه لو هو ضغط المدينة ده ما هوش مناسب ومضغوط بضغط بار عالي طبعا مقياس البر ده مقياس ضغط المياه وقوة دفع المياه لو ما هوش مقياس ضغط عالي عشان المياه تقدر توصل للأدوار العلوية عندي في الحالة دي الأدوار السفلية لما بيفتح المياه عنده الأدوار العلوية بتتأثر وما بتلاقيش طبعا مياه قلنا ومن دي من ضمن المشاكل اللي بتقابل ضغط المدينة وبالتالي بيلجأ في الموضوع ده إلى عمل خزان الخزانات دي خزانات علوية بتكون طبعا أو بنسميها كده بيطلق عليها بره بنسميها الصهريج صهريج المياه اللي بيكون عند مدخل مثلا مدينة أو مركز أو محافظة عشان ايه الصهريج ده طبعا بيرتفع بيكون على ارتفاعات عالية جدا احنا زي ما بنشوفه بيكون فيه خزان فوق خالص خزان كبير في قمة هذا الصهريج بيتملي بالمياه عن طريق مضخات وبعد كده بالمضخات دي بتندفع منها المياه من الخزان اللي هو العلو ده اللي في بداية المدينة وبيكون على اعلى نقطة يعني معمول حسابه انه هو يوازي اعلى ارتفاع موجود في المدينة او في القرية اللي بتغذيها الصهريج طب ده لي عشان انحضار المياه من هذا الصهريج مندفع الى اسفل تقدر توصل معايا للأدوار العلوية ده كده ملخص لنظام التغذية عن طريق ضغط المدينة ده كان رقم واحد رقم اتنين اتكلمنا على طريقة اخرى وهي طريقة الانحضار الطبيعي واللي سميناها بالبلد كده والمسمى الدارج بتاعها واللي بنشوفه اللي هو الخزان اللي موجود على اسقف العمارات واسقف بيوتنا في حياتنا العادية اللي بنشوفه كلنا وقلنا طبعا من اهم مميزاته اهم ميزة بتميزه واللي طبعا بيعاب او بتأخذ على الطريقة السابقة لها اللي هي ان الخزان بتاعي لما بقى يكون فيه خزان موجود اعلى البيت او اعلى العمارة الادوار السفلية لما بتفتح المياه الادوار العلوية ما بتتأثرش بيها يبقى ملخصة ان الادوار العلوية لا تتأثر اذا تم فتح الادوار ايه فتح الصمابير المياه او استعمال المياه في الادوار السفلية ليه لان قريدي كده كده بالانحضار الطبيعي وخاصية الجاذبية المياه بتمر من الاعلى الى اسفل فقريدي هي كده كده معدية على الادوار العلوية وقلنا ان من اهم مميزاته برضو انه بيكون عندي استكفاء كافي او خزين احتياطي موجود في الخزان في حالة لقدر الله حدوث حريق او انقطاع للمياه فبيكون عندي خزين من المياه موجود في الخزان العلوي اللي هو موجود على اسفل العمارة او الشقة او البيت بتاع يبقى دا من اهم مميزات طريقة الانحضار الطبيعي اللي متستخدمها في الخزان طيب النهاردة ان شاء الله هنستكمل بس او نستعرض وكنا توقفنا عن مميزات طريقة الانحضار الطبيعي عن طريق ضغط المدينة ولكن النهاردة هنتكلم عن شكل الخزان بيكون ازاي طب هو شكل الخزان دا مستر له مواصفات محددة او نظام معين طب هو هيخصيني في ايه عاوز اقول لحضرتك ان هو هيخصك على الشقين الشق الاولاني ان انا في حياتك العادية واليومية انت اكيد بتشوف الخزان دا وبيتركب عندك على البيت وبيجي الراجل اللي هو السباك او الفني بيستخدم او بيركب الخزان دا مستخدما طبعا مجموعة من العدد والادوات وبيعمل مجموعة من التواصلات فاحنا بنقول ان انا لازم اعلمك الكلام دا بشكل طبعا عملي ونظري عشان تشوف الواصلات دي بتتم ازاي ومناسبها بتكون ازاي لان هي طبعا العملية مش عملية صدفة او بالممارسة ولكن هي عملية هندسية مدروسة كل خارجة ودخلة للخزان دا بطبيعة معينة وليها نظام معين وتتجمع مع بعض بطريقة وقالية معينة هنتكلم عن الكلام دا ثم هنتكلم عن الشروط الواجب مراعتها طبعا عند اختيار مواضع الانبيب والاحكام العامة والخزانات دا ملخص كده سريع اللي هنتكلم فيه النهاردة وكذلك عملنا زي ريفيو كده مراجعة على الجزء اللي فات عشان نقدر نوصل الحلقتين ببعض طبعا نخليكم معانا وواصلهم محتاجين الورقة والقلم نكون مركزين عشان كل كلمة هنتكلم فيها هنعمل عليها زي جزء كده مراجعة وملخص لها وهنوضح مع بعض كل خطوة هنمشيها بالرسم والشرح واللي الجزء اللي محتاج سبوت كده عليه او توضيح هنوضحه بالورقة والقلم نروح مع بعض كده في الشريح بتاعتنا ونستعرض ما تم طبعا من عرضه في الحلقة السابقة من الشريح اتكلمنا عن نظم التخزية زي ما قلت والنظم كان عبارة عن ثلاث نظم ضغط المياه وطريقة الخزان والهواء المضغوط اللي احنا اتكلمنا عليهم من شوية طبعا وقلنا طريقة استخدام ضغط المياه وشرحناها ازاي بتتم وقلنا ملخصة ان هي عبارة عن المشروعات اللي بتقيمها الدولة من محطات المياه وصولا الى المستهلك اللي هو حضرتك بعد كده اتكلمنا طبعا على الاشكال واتكلمنا كمان خطوات او مساوئ الاستعمال خطوط اللي هو الضغط الطبيعي واتكلمنا واحنا بنتكلم كده على الشكل اللي قدامنا ده وقلنا ده عبارة عن او بتسمى الشبكة اللي قدامي ده شبكة البطارية لتجميع خطوط التغذية الخاصة بكل شقة وقلنا ان كل شقة طبعا بيكون لها مصورة صعدة ومصورة افقية الافقية بتركب عليها المحبس والعداد زي ما احنا شايفين كده وبيكون المحبس سابق للعداد عشان لو قدر الله في حالة حدوث اي مشكلة بتتم عملية قفل الخط او قطع المياه عن باقي عن الشقة اللي فيها المشكلة وفيه محبس عمومي للعمارة بكامل الشقة عشان اقدر اقفل المياه في حالة حدوث اي مشكلة وتكلمنا هنا عن فنيات التركيب وشفنا اصول الصنعة وحتى الشكل الهندسي في عملية التركيب ان العملية بتتم بشكل طبعا توافقي وفي تناغم ونسق معماري هندسي يليق بالصنعة واصول الصناعة زي ما بنقول لان لو العدد اللي قدام حضراتكم ده لو تركب بشكل عشوائي اكيد طبعا المنظر هي يكون غير كده خالص ففيه هنا فنيات واصول لاصول الصنعة والتركيب ده منظر تاني طبعا وتكلمنا عليه شكل العددات والمحبس المحبس اللي موجود اهو بيكون سابق للعداد عشان يقدر يفصل الخط عن الشقة اللي فيها المشكلة في حالة وجود مشكلة في اي شقة لقدر الله وطبعا هنا عندي برضو اتكلمت على عملية الوزن هنا وخطوط ودقة اداء في التنفيذ ازاي بيقدر يزبط الخط الافقي مع الصعدة الرأسية بتاعة الخط وتكلمنا ان الخط الرئيسي طبعا بيكون اكبر في السماكة من التغذية الافقية اللي هو الخط الرئيسي بتكلم عليه بنقول ما بنقلش عن واحد بوصة قطر المصورة المستخدمة في عملية التغذية وهنا اتكلمنا عن دقة الاداء في ضبط الميزان افقيا عشان يقدر خط المية ده يربط الصعد ده الرأسي مع الخط الافقي اللي هيتركب عليه العداد كل واحدة من دول وصلة من دول طبعا موزونة بميزان وبدقة مع الوصلة الافقية او الفرعة الرئيسية اللي طالع من المصورة الام زي ما بنسميها اللي هي جاية من الخط البلدية اتكلمنا بعد كده على طريقة الانحضار وقلنا ان ده طبعا الخزان وشرحنا شكل الخزان فوق بيكون ازاي وعملية التغذية ولكن النهاردة هنتكلم على شكل الخزان وعملية التغذية بتتم ازاي وتركيب الخزان نفسه من وقلة وهو ده اللي هنتكلم عليه النهاردة محتاجين ان احنا هنوضح الكلام ده بورقة والقلم زي ما هنشوف مع بعض كده شكل ليه الخزان اللي هو بيكون موجود اعلى السقف وازاي بتتم الفتحات بتاعته وعملية التركيب لان الكلام ده طبعا كل حاجة لها اصول في التركيب زي ما هنشوف مع بعض كده هنرسم شكل الخزان ونشوف الشكل العام بتاعه بيكون عامل ازاي طبعا لو انا هفترض ان ده الشكل بتاعي الخزان اهو لو انا هرسمه بالورقة والقلم كده اهو هنقول ان ده الخزان بتاعي اهو موجود عندي وبالشكل ده كده ايا كان بقى المقاس بتاعه ممكن طبعا الخزانات على حسب الشركات المنتجة كل خزان طبعا بيكون له مواصفات خاصة بحجمه في عملية التركيب بتاعته او عملية التصنيع والكلام ده هنتعرض له كمان شوية في الشريح اللي جاية ونشوف الشكلة هيكون عامل ازاي طبعا اول فتحة عندي في الخزان ده بتكون موجودة ورائسية فتحة الايه فتحة التغذية فتحة التغذية بتكون طبعا بترتفع عن القاع مسافة لا تقل عن كام ما تقلش عن اقل حاجة خالص بتكون عشرة سنتي يبقى دي هنقول عليها فتحة التغذية وطبعا بتكون اهو هنقول ده التغذية العمومية او تغذية تغذية الخزان التغذية دي عشان اضمن بيها اللي هي بتملى الخزان يبقى دي المصورة اللي طلعا تملى الايه تملى الخزان ما بتكونش في القاع لا ده هي بترتفع مسافة ما تقلش عن عشرة من عشرة الى عشرين سنتي بتكون في جنب الخزان مرتفعة عن القاع بعد كده بتيجي فتحة تانية في الخزان بنسميها فتحة الغسيل ودي بتكون موجودة في قاع الخزان من تحت يعني لازم تكون موجودة في اسفل الخزان اهو كده الفتحة دي بتكون موجودة في القاع مساوية لقاع الخزان يعني لازم تكون مساوية لقاع الخزان طب ليه او الصهريج او زي ما بنسميه برميل المياه اللي بابا موجود فوق لازم بتكون مساوية للفتحة عشان اي رواسب او اتربة او او مشابه في عملية الغسيل تقدر او اقدر ان انا اعمل لها عملية ايه عملية تصريف وبتكون طبعا الفتحة دي اهو بيركب فيها مصورة والمصورة دي بيركب عليها كوع الكوع ده اهو من نفس قطر المصورة عشان بعد كده هتيجي وصلة تانية تطريبط فيها. عندي هنا في فتحة موجودة فوق في الجنب كده بتكون قبل النهاية بشوية وبيطلق عليها او بنسميها فتحة الفائض. فتحة الفائض بتكون قبل العوامة او مع العوامة مع خط العوامة اللي موجود اللي بتبقى في الخزان بيكون فيها كورة كده زي ما بنشوفها وكلنا عارفينها. الفتحة دي لما بتوصل الميا منسوب الميا اهو لما بيوصل عند منسوب معين صمام العوامة ده بيقفل معايا عند المستوى الافقي العوامة بتكون نازلة مع ضغط المياه كل ما بترتفع بترتفع بتوصل عندي على مستوى معين المستوى ده بيقوم قافل التغذية طب لو افترضنا ان العوامة دي حصل فيها عطل او مشكلة وبالتالي المية هنا هتعدي العوامة ويحصل بعد كده عندي مشكلة والمية ممكن تخرج من الخزان وتنزل على السقف زي ما بنشوف في بعض المشاكل وتعمل معايا مشكلة كبيرة لا انا عندي هنا فتحة الفتحة دي اسمها فتحة الفائد بتوصل بمصورة اهو بتنزل كده بمصورة بكوع عن طريق كوع كده اهو بتنزل ويخلي بالك بتطربط مع فتحة الغسيل هما الاتنين بتجمعوا مع بعض وبينزلوا على اقرب فتحة صرف ممكن تكون لأقرب عمود صرف ممكن تتوصل على عمود المطر او الى المجاري العمومية المهم ان انا عندي لو حصل عندي فائط في الخزان ده او في البرميل ده الاقي عندي عملية تصريف اهو ده الكوع بتاعي اهو كده بتوصل مع فتحة الغسيل كده اهو هما الاتنين بتربطوا مع بعض كده مشترك من هنا بتجمعوا مع بعض ده اهو وبينزل الى فتحة الى التصريف يب انہ عندي كدا هنا كان فتحة الفتحة اللي هنا ده فتحة لو حنسميها كده التخزية اللي بتغزي الخزان او اللي بيملو منها عملية ملو الخزان اللي بتحدث منها عملية ملو الخزان وهنا بيكون عندي هنا سمام العوامة بيطلق عليه كده وقلنا العوامة طبعا وكلنا عارفنا اللي هي متحكمة في منسوب ملو الخزان واللي بيطقف عندها منسوب الملو عندي فتحة تانية هنا كده اهو اتكلمنا عليها اللي هي فتحة الفائض اهو وعندي الفتحة التانية طبعا اللي موجودة في أسفل القاع الخزان اللي هي فتحة الغسيل وطبعا دي بتستخدم لغسيل الخزان وبيكون فيها طبعا زي طبق او حاجة موجودة في أسفل الخزان عندي بقى لسه فيه فتحتين تانين الفتحتين التانين دول بيكونوا موجودين في أعلى الخزان طيب باستخدمهم في ايه دول بكون عندي هنا فتحة اسمها فتحة التهوية عن طرق مصورة كده وبيكون فيها كوع مفتوح طيب هو ده لازميته ايه مصطر دي التهوية بيعمل عملية تهوية للخزان عشان الهوى يضغط على المية اللي موجودة وبالتالي تقدر المية تنزل عندي في التغذية للأدوار اللي انا هغزي منها بعد كده واللي بتغذي المبنى بتاعي بالمية با ده التغذية اللي انا هغزي بيها الشقة وعندي او البيت وعندي كمان فتحة تانية اللي هي بتكون طبعا هتكون وراها لفتحة ملو الخزان يبقى دي التغذية اللي بتملى بتغذي الأدوار اللي تحت وعندي الفتحة او المصورة الدخلة التانية اللي هي بتملل ايه بيتم منها الملو يبقى كده فتحة ملو الخزان اما دي التغذية طبعا للأدوار اللي موجودة في السفلية الأدوار السفلية طيب بعد كده الفتحة دي زي ما قلت ما بتكونش لازم بتكون بكوة وطبعا يكون لتحت كده وساعات بنشوفها في بعض الخزانات الكبيرة بيكون عبارة عن اتنين كده مع بعض شكلين كده مع بعض اهو كوعين ليه عملية التهوية ما بتكونش شكلها لفوق لو هي المصورة والفتحة تعيتها لفوق كده بس واكتفينا بالمنظر ده كده وارد جدا ان ينزل هنا طراب او حشرات او اي حاجة ضر تعمل معايا مشكلة في الخزان باقي كمان عندي فتحة تانية طبعا بتكون اللي هي باب الخزان او الغطأ بتاع الخزان بيكون موجودة فوق يبقى دي فتحة تهوية الخزان وقلنا ان لازمتها او فايدتها ايه معايا مستر بتعمل تعادل في الضغط وبتعمل عملية ضغط هواء زي ما بقول كده بتنفس الهواء اللي مضغوط هنا عندي في الجو وكذلك بتعادل الضغط داخل الخزان وبالتالي تقدر المية عندي تنزل ليه الادوار السفلية اما الفتحة دي طبعا فتحة النزول لو في مشكلة عندي في الخزان او بنسميه الغطاء وطبعا في الخزانات الكبيرة جدا او اللي هي بتغزي العمرات الكبيرة وما شابه بتكون الفتحات دي اكبر بتسمح بنزول الانسان جواها ويكون كمان داخلها سلالم من مادة معينة عشان طبعا ما تصديش وفي بعض الحالات بيكون سلالم خشبية بيسمح بيها من برضو الخشب عشان ما تأثرش على المادة اللي موجودة المية اللي موجودة في الخزان يبقى ده شكل مبسط كده للخزان بتاعي وخلي بالك انا عاوز اوصلك لنقطة ان انا في مرحلة من المراحل وده هنلقى عليها الضوء كده في مرحلة من المراحل هاجي اجيب لك شكل الخزان وده ورد جدا في عملية الرسم او في التكنولوجيا لان انا ممكن اقول لك ايه اشرح مع الرسم تركيب او طريق تركيب الخزان اعلى الادوار العلوية او خزان المية طبعا اشرح مع الرسم ده بقى انت كده محتاج انك انت تتكلم على شكل الخزان بيتركب ازاي على ارتفاع ايه زمان هنتكلم كمان شوية ولكن في الجزء اللي احنا تكلمنا فيه واللي شرحنا من شوية على الورق هتكلم عن المواسير او عملية التغذية والفتحات اللي اتكلمنا عليها يبقى انا عندي فتحة للفائض فتحة لتغذية الخزان نفسه وملو فتحة للتغذية وبدي بتغذي الادوار السفلية او الادوار اللي موجودة عندي ودي بترتفع عن القاع مسافة لتقل عن 10 سنط عشان طبعا ما تسمحش بالاتربة او الرواسب اللي موجودة في الخزان انها تنزل فيه الخط الايه المغزي للادوار بعد كده عندي فتحة للغسيل ودي بتكون موجودة في قاع الخزان مساوية لمنسوب اسفل الخزان عشان الرواسب ومشابه تنزل فيها اثناء عملية التنظيف كمان عندي فتحة ليه الفائض والفتحة دي بتكون موجودة اعلى منسوب صمام العوامة طب ليه مستر عشان في حالة عطل او وجود عطل فيه الصمام العوامة المية ما تطلعش او تخرج عندي من فتحة الهواء او من الغطاء وتعمل عندي مشكلة لازم لها او نفكر لها في مجرى مائي مناسب يتناسب مع المشكلة اللي قد تنتج عن طريق عطل فيه صمام العوامة يبقى الفتحة دي اسمها فتحة الفائض وبجمع اللي اتنين فتحة الفائض طبعا انا مش هعمل خط لوحده فتحة الفائض مع فتحة الغسيل لا انا بجمع الفتحتين مع بعض الفائض والغسيل بمصورة واحدة عن طريق مشترك مثلوت زي ما بنسميه بيكون طبعا له راس وله زيل من اسفل وطبعا من الجنب مربوط مع المصورة اللي هي فتحة الفائض اللي اتنين بتجمعه مع بعض وبيروحوا على اقرب عمود صرف ودائما دائما ما بيكون عبارة عن عمود صرف المطر بجمعهم مع بعض الاتنين في عمود صرف المطر وبعد كده الى المجاري العمومية اتكلمت كمان انه بيكون له فتحة فتحة للتهوية والفتحة دي بتعادل الضغط ضغط الهواء داخل الخزان عشان اضمن عملية التهوية واللي موجودة وطبعا من اخطر العيوب اللي بتكون موجودة بنشوفها طبعا وانت هتقابلها في المواقع او في اثناء عملية التنفيذ ان الراجل بييجي على الغطى وطبعا ده من عيوب الصناعة الخطيرة اللي بتكون موجودة في الواقع بيجي على الغطى بتاع الخزان وبنلاقيه مخرمه من فوق كده بخرون معينة او فتحات معينة عشان يقدر انه بفكره طبعا المحدود انه كده بينفس الهواء اللي موجود فيه الخزان وبيعادل الضغط طبعا ده مشكلة كبيرة جدا ليه لان الاتربة بيسمح بدخول الاتربة والرواسب والحشرات وكل ده بيكون موجود فيه الخزان اذا طبعا ما كنتش انا على دراية كافية بالعملية اللي بتتم ودرستها في تخصطنا المعمرية وتكون فاهم ازاي اقدر اعمل عملية التهوية ومعادلتها كذلك لو لاحظت وانحنا بنتكلم ان الفتحة الخاصة وده من اكتر الفتحات اهمية موجودة فيه الخزان ده اللي هي عملية الضغط او فتحة ضغط معادلت ضغط الهواء داخل الخزان بتكون بكوع والكوع ده منحني لأسفل مش لفوق لو هي العملية عادية او مسموح بيها كنت انا طبعا هقول انا اكتفي بمصورة فتحتها لأعلى لا كمان بكوع وتكون لأسفل عشان ما نسمحش باي رواسب او حشرات تدخل داخل الخزان ده لا يحمد عقبها زي ما قلنا طيب نرجح كده للشرح بتاعتنا ونشوف الشكل عندنا ممكن زي ما قلت لك زي ما قلت اشرح مع الرسم وارد جدا ان انا جيب لك خزان الخزان ده يكون البيانات بتاعته متشالة من عليه وقول لك حط البيانات او اكتب البيانات الناقصة او استكمل الشكل اللي موجود ده بالبيانات فوارد تلاقي ده في عملية او في مادة التكنولوجيا فزي ما شرحنا من شوية تقدر تحط البيانات طبعا ده فتحة النزول فتحة اللي هي معادلة الهواء زي ما تكلمنا او التنفيذ بتاعت الخزان هنا فتحة الملو الخاصة بالخزان هنا عملية طبعا التغذية او المصورة اللي هتغذي عندي الادوار السفلية فتحة الغسيل هتكون موجودة في الاسفل اهو من هنا تحت هي موجودة في اسفل القاع طبعا ده المباني العوامة المحبس بتاع العوامة اللي موجود عندي طبعا ده احنا جبناها بشكلين شكل مكتمل وكان عليه البيانات وشكل تاني اللي هو امام حضراتكم ده خالي من البيانات وانت اللي هتحط عليه البيانات والاشكال الخاصة بالصهريج او الخزان اللي موجود امامكم هنتكلم عن طريقة تانية وهي طريقة الهواء المضغوط وده رقم تلاتة بيقول لي او ملخصة ان هي عبارة عن حسب بتستخدم الطريقة ده حسب كمية الماء اللازمة للمبنى وبتقدر حجم او احجام هذه الاجهزة اللي هي المواتير دي اللي بتستخدم لضخ المياه في الخزانات وهي تضرب الكهرباء او الوقود السائل وتعمل من تلقاء نفسها وفيها يكون الخزان خالي من الماء عند بدء الاستخدام ولا يحتوي الا على هواء ضغطه مساوي للضغط الجوي وعند دخول مضخة ينحبس الهواء في الجزء العلوي منه فيزيد ضغطه ويقل حجمه وكلما ارتفع الماء في الخزان كلما زاد ضغط الهواء داخله فيندفع الماء في الانبيب الصعيدة الى قمة المباني هنا ملخصة طبعا بيستخدم مضخات مضخات دي بيقدر حجمها على حجم استعمال اللي موجود يعني انا لو عندي مدينة كلها طبعا ابراج او امراء او ادوار علوية كبيرة او نطحات سحاب مثلا زي ما بنسمي هنا انا محتاج مضخات المضخات دي طبعا بتعمل بالكهرباء او بالوقود وبتستخدم هنا نظرية الضغط او ضغط الهواء لدفع الماء لقوة دفع الماء او عشان اقدر اجد قوة دفع الماء تقدر توصل عندي للأدوار او الابراج اللي موجودة عندي هنتكلم كده عن اصول مهنة اختيار تركيب او مواضع المواسير ونخلي بالنا جدا جدا في الموضوع ده لان ده من اخطر الموضوعات اللي موجودة عندك هتستخدمها في الرسم هتستخدم الكلام ده في مادة التخطيط كمان مهم جدا جدا ولازم نركز عليه في الجانب العملي لان كل حاجة طبعا لو تفتكر وفق اصول الصناعة او حسب اصول الصنعة يبقى كل حاجة هتركب عندك في المواسير او في اختيار مواضع المواسير طبعا مهمة جدا انك انت تكون ملم بيها وتكون عارفة وزي ما بنقول كده لما عالج طبعا او ابدأ صح اسهل لي من بعد كده ما يجي عالج مشكلة يبقى اصول وضع المواسير دي واختيار اماكنها وكذلك الاجهزة الصحية لها شروط اللي هي طبعا الاجهزة المستخدمة في الحمامات والمطابخ لها اصول عند عملية اصلا في البداية خالص بدء التصميم كذلك عند عملية التركيب لازم مجموعة من الشروط والموصفات احدد اختيارها او اماكنها ازاي وفق الشروط اللي هنشوفها كمان شوية مع بعض يبقى انت هنا مطالب باصول صناعة محددة كذلك ده طبعا في الجانب العملي اما في الجانب النظري او في الامتحان فيما يخصك كطالب في هذا العام وارد جدا جدا ان انا اقول لك في سؤال من الاسئلة اذكر شروط اختيار مواضع الانبيب مواضع الانبيب او المواسير يبقى انا بقول لك ايه هي الشروط اللي لازم اتباعها عند تركيب او اختيار الاماكن اللي هتركب فيها المواسير طيب هي لها شروطة مستر طب هي هتفيدني انا بايه كراجل مستهلك او كصاحب بيت او انا المالك وانت جاي تركب عندي الشغل ده هيفيدني انا بايه اننا اكون فاهم الكلام ده يبقى هنركز مع بعض لان الحالة او الشريحة اللي هنتكلم عليها مع بعض مش هتخص بس كمان حضرتك كطالب عشان تجاوب في الامتحان وان كان ده طبعا المموت بينا في الوقت الحالي وده الاساس عندنا وانما كمان هتنفعك في الحياة العادية واليومية لان طبعا كلنا عندنا تركيبات صحية موجودة واعمال تغذية فتبقى وانت حتى واقب فاهم ايه اللي بيحصل وبيتم وفق الشروط والمعايير الهندسية واصول الصناعة ونروح مع بعض كده ونشوف اول شرط او اول اساس او واجب من الشروط والواجبات المتبعة في عملية اختيار مواضع تثبيت الانبيب يعني حتى لما تيجي تختار مكان اللي هتحط فيه مصورة المية التغذية لها شروط رقم واحد بيقول لي مراعاة اختيار اقصر الطرق وابسط للتغذية طبعا وده سنلقي عليها الضوء ونقول ان الجزء ده من اهم الاجزاء المهمة جدا جدا في عملية التغذية لان قد يكون سباك موش على دراية وبيشتغل طبعا بعيدا عن الاصول الهندسية يكلفني تكلفة عالية جدا ازاي يكون عندي المدخل الرئيسي بتاعي يعني انا وانا هحدد مكان التغذية بتاعي طبعا بشوف المصورة الام اللي هي الرئيسية اللي جاية من المدينة فيه بعد كده بحط الاولوية في الاولوية بمعنى اقرب جهاز هيتغذى بالمية واليكن الحوض الحوض ده بحاول قدر الامكان عشان ده اكتر حاجة هتستخدم مية صح كده بقدر الامكان يكون قريب للمصورة الرئيسية الام عشان جدا مرور بالمواسير طيب نشوف الكلام ده بالورقة والقلم يا مستر لان الكلام كده صعب ومحناش مستوعبين نشوف مع بعض لو انا عندي هنفترض ان ده جزء كده هناخد قطاع في حمام هنعتبر ان ده عندي كده وليكن ده باب الحمام اهو والجزء ده حمام كده يعني مش هنكمل الشكل بتاعنا ان ده الجزء اللي خصنا ده الباب بتاعي وعندي ده شكل الحمام وعندي المصورة الام او المغزية بتاعتي وليكن هتكون هنا او في الجانب ده كده مثلا لو هي عند يبقى ده المصورة قطرها مثلا واحد بوصة وبنسميها ميم ته يعني مصورة تغزية واحد بوصة يبقى ده المدخل الرئيسي بتاع مجيش انا بقى وانا بصمم او هو الرجل السباك ده وهو بيشتغل او انا حتى لو انا بشتغل في الجانب العملي لازم اراعي ان اكتر جهاز هيستخدم او هيستهلك مية يكون عندي فين قريب لعملية الصرف عملية التغزية اسف يبقى انا هنا اول جهاز هدخل كده الدخلة بتاعت المفروض ان انا احط هنا حوض وليكن مثلا حوض الوش طيب واحد كده من الابنائي هيقول لي يا مستر طيب ما انا احط هنا المرحاض عشان المرحاض الغربي مثلا هو القاعدة يعني الفرنجي تكون هنا وتكون هنا انا بستهلك مية كتير هقولك لا طبعا ماينفعش ان يكون الحمام المرحاض اسف في دخلة الباب او قصاد فتحة الباب ودي من شروط الهندسية اللي هنشوفها كمان شوية والاخطاء الشائعة اللي انت تقدر او اللي بتقع فيها اثناء عملية اللي ايه التنفيذ بعد كده الخط بيمشي معايا وبشوف بعد كده باقي الاجهزة اللي موجودة لو انا عندي مثلا مرحاض غربي زي كده اهو بيكون طبعا بعيد عن فتحة الباب مصطور كده زي ما بنسميه وبعد كده لو انا عندي بنيو او ما شابه اهو بيتروح له عملية التغذية ودايما زي ما احنا عارفين وتعلمنا في مادة الرسم ان البنيو بيكون يفضل ان هو بياخد ركن من اركان الحمام يبقى انا كده ده كله توضيح او شرح لجزئية الاولانية وهو الجزء اللي بتكلم عن اللي هو يكون اقصر الطرق اختيار اقصر الطرق واقربة للتغذية الرئيسية طب ده ليه عشان ما اوفر على صاحب البيت الاستهلاكية او الجهة الاقتصادية في عملية التنفيذ لان ده من اهم اصول الصناعة في اختيار اماكن التغذية بحدد اقرب مكان للتغذية ما اقدرش بقى او ما افضلش اليف بقى بالمواسير اخد التلات جناب بتوع الحمام عشان اوصل ليه حوض الحوضة هيكون في اخر ركن يبقى انا كده كلفت تكلفة ايه عالية جدا رغم ان كان الحل سهل ان انا احط اهم استخدام او اهم جهاز اقرب ما يكون من الوصلة الرئيسية او زي ما نسميها الدخلة او الوصلة الام اللي اخزها من المصورة الرئيسية الخاصة بعملية او اللي جاية من التغذية البلدية طيب نشوف البند التاني بيقول لي ان تكون في اماكن بيتكلم طبعا عن المواسير يسهل الوصول اليها عند محاولة اصلاحها اه طبعا ما تجيش طبعا تحط مصورة صعدة او مصورة تغذية في مكان انا مش هقدر اوصل له في حالة حدوث عطله لان وارد جدا جدا يحصل عندي عطله يبقى انا لازم اختار من اهم الشروط بتاعتي واللي هتميزني كراجل فني شغال في اعمال السباكة ان انا احط المواسير دي في مثلا ممكن اجمعها على منور او في جيب زي ما بنقول اللي هو او الجيب اللي بيكون موجود داخل الفتحة اللي بين العمارات وبعضها اللي انا عندي عمارة او اتنين بيخدمهم خط مية واحد بكون بحطها في مكان اقدر اوصل له بسهولة ما اقدرش طبعا او مخشش جوه اضطر ان انا ادخل جوه الشقة او جوه البيت في مكان دي عشان اوصل للكلام ده والعيب اللي موجود رقم ثلاثة بيقول توضع محابس على جميع الانبيب الرئيسية والافرع الهمة وذلك في مكان ظاهر حتى يمكن حجز الماء عن اي جزء معين بالمبنى دون ان تتأثر باقي الاجزاء اه اللي انا تكلمت عليه في البداية وانا بتكلم عن البطارية وقلت لازم يكون عندي محبس لكل مدخل رئيسي او فرعي من رئيسي داخل شقة او بيغزي وحدة معينة عشان لو حصل عندي عطل في الشقة لانا عندي مجموعة ادوار وليكن مثلا بيت او عمارة مكونة من اربع على اربع شقة مثلا في ارتفاع وليكن عشر ادوار يبقى انا لو انا حصل عندي عطل في الشقة رقم اتنين في الدور الارضي يبقى انا كده بقى لاقي المحبس الرئيسي اللي موجود عندي على الفرعة اللي واخد من الرئيسي بتاعي رقم اتنين بقى لاقي عليها محبس المحبس ده بيقفل في حالة حدوث عطل عندهم اقفل المحبس قبل العداد اللي هو موجود قبل العداد يبقى انا قفلت المية ولكن على مين على الشقة اللي فيها المشكلة بس او الدور اللي فيه المشكلة بس ما قفلتش على باقي الادوار وبقى كده تسببت في مشكلة طبعا ايه هي تكتف تكون في الاول هي مشكلة ولكن مشكلة خاصة بيه جزء معين او وحدة معينة اصبحت انا قفلت المية على كل اللي موجود عندي يبقى بالتالي عملت مشكلة ايه اكبر من مشكلة كانت في الاساس اصغر طيب نشوف بعد كده النقطة اللي بعدها انتوضع الانبيب بميل بطريقة معينة يمكن تفرغها جميعا من الماء عند الحاجة من صمام موجود بالدور الارضي اه يبقى هنا يقصد نقطة مهمة جدا وتكاد تكون النقطة دي نقطة فنية وخطيرة جدا بتعدي او ممكن ما ياخدش باله منها قال لا الفني الماهر اللي هو درس عندنا في التخصات المعمرية مهنة السباك بيتكلم فيه بيتكلم ان هو عصنا عملية التخزية لازم تكون المواسير الافقية اللي موجودة المغزية عندي بميل معين عشان هنا بيقولي السبب ايه انه في حالة الميل ده في حالة حدوث اي مشكلة في الخط او مشابه يسهل تفرغها عن طريق محبس بيركب بطريقة معينة بمعن لو ايه المواسير دي عدل عندي كده هيكون فيه صعوبة وحصل مشكلة فيه الخط وعاوز افرغ المية اللي موجودة عندي صح كده لو انا جيت فتحت المحبس وفرغ طبعا هيكون فيه مية موجودة فيه المنسوب العدل اللي موجودة عندي ده لان ما فيه شميل يسمح بسهولة الانسياب في المية يبقى هنا من اهم شروط التركيب والموضوعات الهندسية اللي موجودة في عملية اختيار المواسير وتخزيط وطرق تخزيط المباني ان المواسير دي تركب بطريقة ميل معينة بتسبح بتفريغ المية او تفريغ الخط في حالة حدوث مشكلة طيب نشوف اللي بعد كده ان تسبت الانبيب طبعا الانبيب دي ليه المواسير فيه الحوائط والاسقف باقفزة وحوامل خاصة طبعا الحوامل الخاصة دي بنشوفها فيه لما يكون عندي مواسير بين عندي فيه سقف البدرومات زي ما بنشوف فيه بعض التصميمات او ما شابه وبتسبت باقفزة ما سيبش المصورة طبعا صعدة عندي على الحائط بدون اي اقفزة وبدون تثبيت بينتج عنها بعد كده ممكن حركة والممكن يكاد يحدث لها كسر فيه او شرخ فيه المواسير نتيجة عدم التثبيت بالاقفزة بعد كده بيقول لي هنا ان تأخذ صنبير لحنفيات المرحيد وصنضيق الطرد مياهها من انابيب فرعية الانبيب دي بتستمد ماءها من خزان موجود على المباني على المبنى اما مياه الشرب ومياه المطابخ فتغزى من الانبيب الصعدة مباشرة وطبعا ده مقطة مهمة جدا جدا في عملية التنفيذ هتهمك انت كمستهلك او كمواطن عادي بتستخدمها بغض النظر عن ان ده مقطة من اهم النقاط اللي ممكن تكون وردة فيه عندك فيه الانتحان والشروط اللي انت بتكتبها هو هنا بيقول ايه بيقول ان المواسير اللي هي الاحواب و صندوق الطرد والمرحيد يعني كل الاستخدام اللي هو الاستعمال اللي هو داخل الحمام ما هوش ليه مياه الشرب او ليه المطابخ لاستعمال فيه الطبخ او الاكل او الشرب الكلام ده كله اي حاجة خلاف الاستعمال الادام اللي هو الشرب المباشر او الطبخ منه الكلام ده بيكون من خزنات يعني وارد ان انا اعمل الخزان بتاعي فوق البيت الخزان ده انزل منه مصورة المصورة ده بياخد منها ايه خلي بالك عشان ده في عملية التنفيذ مهمة وكلنا ان رأيها في البيوت بتاعتنا واسناء عملية التنفيذ تكون فاهم وواف وعارف السباك اللي بيشتغل ده بيشتغل طبعا بعلم ولا بيشتغل كده وخلاص بدون دراية فلازم تكون فاهم ان في عندي خطين المفروض يركب خطين طب اغلب الناس هتقول لي يا مستر طب ما فيه صاعد وفيه نازل هقولك الصاعد ده اللي بيغزي الخزان والنازل ده للأسف اللي حضرتك بتشرب وبتملأ منه فلازم تكون عارف من الخط الصاعد اللي ههم للخزان اخد منه فرعة الفرعة دي شغلتها او مهمتها ان انا بغزي منها المطبخ طبعا عشان الاستخدام بتروح على الفلاتر وكلام من ده وليه عملية الشرب يعني اقدر اشرب من الصاعد طيب النازل ده بقى النازل باخد منه خط او افرع الافرع دي هي اللي بتملأ عندي او بستخدمها فيه عمليات الغسيل والمراحيات زي ما بيقول وصناطيق الطرد يبقى لازم عندي خطين او اتجاهين انا بستخدمه وبشرب منه ومشربش طبعا من الخزان مباشر لأ انا بيقولك ان انا الشرب مياه الشرب اخد من المصورة الصعدة اللي هي جاية من البلدية زي ما بنسميها وتروح بقى على الفلاتر او بستخدمها في الاحواط بتاعتي او اعمال التخزي اما اللي نازل اللي هو للصرف بقى والغسيل والمراحيات والحمامات الكلام ده كله وعملات الغسيل بستخدم الكلام ده من المصورة النازلة اللي جاية منين من الخزان بتاعي يبقى الصاعد للمياه الشرب وملو الخزان اما النازل لعمليات الغسيل والمرحيط نروح تاني لنقطة تانية طبعا وضحناها دي تكون انابيب التغذية الرئيسية للمبنى او الانبيب الفرعية من الحديد الصلب طبعا معاكشة الاستخدام دلوقتي من البروبلين والاسبوستس او ما شابه او من اي مادة المهم بتكون معتمدة وتكون ذات قطر كافي وقلنا في الحلقة اللي قبل كده وقلنا قطرها ما بيقلش عن واحد بوصة اللي هي بنسميها الرئيسية او المصورة الصعدة بتكون كافية بتسمح بمرور المياه وضغط مناسب لاستهلاك عدد الاستهلاك طبعا عدد المنتفعين او المترددين على المبنى يبقى على حسب استعمال او حسب استهلاك او الناس اللي موجودة عندي في المبنى بحدد قطر المصورة اللي مستخدمة او المصورة الصعدة اللي موجودة عندي في العمارة او في المبنى بتاعي مش طبعا ما تجيش تقول لي في عمارة ارتفاع على 4 شواء او 3 شواء وبتتكون من 10-12 دور يبقى 12-4 بـ 48 شقة وتيجي تقول لي طبعا هحط مصورة قطرها نص بوصة 3-4 او بوصة طبعا الكلام ده هيبقى كلام غلط ليه لان الاستهلاك هيكون فيها عالي جدا او لو انت بتتكلم على مول تجاري او ما شابه موجود في منطقة من المناطق متعددة الادوار الكلام ده طبعا المترددين او المنتفعين اللي موجودين فيها هيكون عدد كبير جدا وارد استخدام المياه هيكون فيه بنسبة عالية اذا هنا هحتاج مصورة ذات قطر مناسب حسب عدد المترددين والمنتفعين اللي موجودين في المبنى ممكن يكون المبنى ده ميداري مستشفى او حكومي وارد ان يكون فيه عدد كبير من الناس اللي موجودة او المستهلكين يجب ان لا تكون خلي بالك ده كله انا بتكلم على جزء كان فيه اعمال لو تكلمنا كده فيه اللي فات ده تكلمنا على اعمال الخزنات وتوصيل المية طيب هنا بيقول ايه تاني واختيار مواضع المنسي بيقول لي يجب ان تكون مصادر الحصول على المياه المستخدمة لاغراض اي شكل من الاشكال اللي اختار التلوث باي مياه اخرى لا تتوافر فيها الشروط الصحية ايه انا عاوز يقول ان انت وانت بتركب الخزنات عشان تستخدمها في توصيل مياه الشرب واختيار مواضع اللي انا بيب زي ما اتكلمنا من شوية كل ده طبعا شروط خاصة بعمليات التخزي ان هو بيقول افصل ما بين المية المستخدمة لاغراض الشرب وتكون بعيدة كل البعد او بكامل البعد عن اي حاجة تكون مصدر خطر او تلوث من مياه اخرى تكون موجودة مياه استعمال لا تصلح للاستعمال الادم بعد كده عندي هنا بيقول توضع الانبيب المدفون لو انا هتكلم بقى على مواسير تحت الارض او في الحيط مدفون توضع المواسير او الانبيب المدفونة تحت الارض على عمق يتفادى معه بقدر الامكان اختار كسر الانبيب نتيجة الاحمال النتيجة عن حركة المرور او الاهتزازات وعند مد الانبيب في الاراضي المعرضة للهبوط او الاراضي الرخوة يراعى اتخاذ الاحتياطات الضرورية بالنسبة لاختيار نوع الانبيب يبقى هنا بيتكلم عنه وده طبعا بنشوفه في حياء اليومية وبنشوفه في المواقع وتمديدات الخطوط الخاصة بمياه الشرب وكذلك الكابلات الكهرباء والتليفونات زي ما بنشوف كده وبنبقى شايفين الخطة او الاعمال بتتم ازاي لو تلاحظ ان هو ما بيحطهش على سطح قريب من الارض طبعا عشان ما تتأثرش المواسر دي بحركة المرور لو هي عربيات او اشخاص او ايا كان يعدي على المواسر دي وينتج عنه عملية كسر نتيجة لقرب المصورة من سطح الارض وتأثرها بالضغط او الاحمال المباشرة عليها فبيقول لك حطها على بوعد مناسب ولو انت لاحظت دايما بيكون لففها في الرمل يعني المواسر دي بتكون موجودة وبيبدأ بعد كده بيحط تحتها رمل وفيها طبقة من الرمل عشان زي ما بيقول كده بيسمح الرمل في نسبة من الهبوط الهبوط ده بيتناسب مع الخطة او الضغط اللي موجود على المصورة وبالتالي ما تنتجش تسمح به هذا الانحناء البسيط اللي مسموح به يعني ارض صلبة ومن فوق منه تربة صلبة مع اقل ضغط على المصورة ممكن يحدث فيها انفجار او كسر فيه او شرخ فيه المصورة المية اللي موجودة يبقى هنا لازم اكون مراعي المقطة زي دي وبالتالي هو بيغلفها او بيحطها من فوق ومن الجناب ومن الاسفل بطبقة من الرمل ما بتقلش عن 30 او 40 سنت في ارتفاعها اعلى المصورة عشان يضمن سلامة المواصل خلي بالك بقى كمان بيقولك انك انت لازم تراعي الاراضي الرخوة يعني ايه الاراضي الرخوة ان انا وارد اكون بمدد خط مية او بقنش خط مية خط تغزية في ارض تربة منقولة يعني ايه تربة منقولة واردة ان انا مثلا اكون في ارض كانت الارض دي انا بشتغل هبني بيت او بمدد خط مية لبيت البيت ده كان على قريق اعرب من مصرف تردم او ترعى كانت ترعى في الاصل وتردمت او ارض منقولة هشة الارض دي ارض خفيفة والتربة بتاعتها خفيفة وبالتالي لو انت حطيت المصورة وما رأيتش الكلام ده مع اقل ضغط موجود على المصورة دي هيحدث عنه انحناه في المصورة وبالتالي ممكن تحدث على عملية كسر وبالتالي هنا بينصح ان هو بيعمل طبقة من الخرصانية طبقة خرصانة موجودة زي في نفق او خندق كده بطول عملية التغذية وبيبدأ يحط بعد الخرصانة دي يحط عليها طبقة من الرمل بعد كده يحط المواسير بتاعته يبقى هنا ضمن ان الارض تحت المصورة ما تريحش نتيجة ان هي تربة رخوة وبالتالي يضمن سلامة الخط او التمديد اللي موجود عنده نروح بعد كده لشرط اخر من شروط اعمال الخزينات او اختيار مواضع الانبيب كلها طبعا شروط لعمليات التغذية فبيقول هنا تكون الانبيب او تكون الانبيب مستقيمة كلما امكن يبقى لازم المواسير تكون على تامة الاستقامة ذلك لتقليل طبعا من فقد الاحتكاك وتكون خلية من الانحناءات وتربط الانبيب مع بعضها البعض بطريقة محكمة حسب اصول الصناعة وتكلمنا على طريقة الربط دي وسميناها بطريقة البطارية ويعرفنا ان كل شقة لها صعدة رأسية ومصورة افقية اللي احنا سميناها واطلق عليها او بتسمى بره بطريقة التغذية عن طريق البطاريات تدهم المواسير المركبة خلي بالك ده شرط طبعا واعتقد ان اغلبنا ما بينفسش الشرط ده او ما بياخدش باله من الشرط ده فبيقول تدهم المواسير المركبة داخل الحائط وده شرط او في باطن الارض من الخارج بوجه واحد من البتمين المهاجسد وان تلف بقماش عازي يبقى كمان انا بس عشان اضمن طبعا عملية الترشيح او عملية بالبتمين المواكسد وخاصة المواسير اللي بتكون مدفونة وده اخطر حاجات او اخطر المشاكل اللي بتواجهنا ان ينتج تسريب او نتيجة تسريب ما بين كوع او مشترك مصورة والمشترك وبالمشكلة الكبرى انه بيكون مدفون داخل الحائط او في باطن الارض انا ما بشوفوش الا انا بشوف النتيجة بتاعته بعد كده اللي هي عبارة عن تمليح او تصديف او رطوبة الرطوبة دي بتنتج من ايه نتيجة لتسريب التسريب ده موجود في الخط اللي هو انا مانيش شايفه وبالتالي انا هنا محتاج اكون مأمن الخط اللي موجود او اللي مدفون عندي في الحائط او في بطن الارض ده خط التغذية الكلام ده بايه بالبتمين فبيقولك يشترط ان انت تدهنه بالبتمين المؤكسد وكذلك برضو زيادة للامان ان انت بيلف في قطع من القماش القماش ده بتكون قماش معزول عشان اقدر اضمن سلامة الخط اللي موجود داخل الحائط او في بطن الارض لان المشكلة الكبرى زي ما قلتلك ان انت منتاش شايف الخط ده بيكون متبلط عليه سواء على الحائط او في الارض وبالتالي المشكلة عندي ما بتكونش صريحة انا ما بشوف ما بشوفش المشكلة ولكن بشوف نتيجة المشكلة اللي حدست عنه طيب نرجع بعد كده لكمان شرط من الشروط فبيقول هنا شرط تركيب الخزانات اعلى المباني لتزويد بمئة الشرط انا هنا هتكلم على الخزان اللي هيركب ده شرط تالت او نوع تالت من الكلام اللي اول خلص كنت بتكلم عن اختيار مواضع الانبيب اللي هي المواسير بعد كده اتكلمت على طرق التخزي النهاردة او دلوقتي هتكلم على تركيب الخزان اللي بيكون موجود اسفل اعلى المباني الخزان ده له شروط مجموعة من الشروط والمعايير لازم اتباعها اثناء عملية التركيب فبيقول هنا ايه الا يقل ارتفاع ارضية الخزان عن ثلاثة متر من اعلى سطح الوحدة السكنية طب دي يا مستر بقى يقصد بيها ايه نروح كده بالورقة والقلم ونبص مع بعض على خزان الخزان ده موجود اعلى بيت اهو لو احنا افترض ان الخزان كده موجود اهو الخزان ده كده متحمل اعتبر ان هو مكعب كده اهو شكل مكعب مثلا موجود على السقف وانا عندي السقف التاعي سقف البيت اهو كده المفروض ان ده هيتحمل على السقف بكمية المية اللي موجودة في اثناء عملية التصميم اصلا للسقف ده يعني ايه يعني انا وانا بصمم السقف ده بعمل حساب الاحمال اللي هيكون بيها الخزان لان وارد جدا يكون الخزان ده هيغزي كمية كبيرة من الاعداد اللي موجودة هنا وبالتالي الخزان ده هيكون مثلا بتكلم في وزنه او طاقته الاستيعابية وليكن مثلا ثلاثة متر مكعب مية هنا لازم اراعي في البداية خالص وانا بتكلم الحمل اللي هينشؤه او اللي هينتج عن الخزان ده على السقف او المكان اللي هيركب عليه طيب الحاجة التانية بيقول لي ان المسافة دي من هنا من السطح بتاعي حتى باطن او ارضية الخزان ما تقلش عن ثلاثة متر طب ليه مستر سامح حد بيقول لي عشان الادوار العلوية لو انا هنفترض ان كل خط من دول الخزان ده راسي هنا على السقف على طول بتركب على السقف على طول او مباشر كده وما فيش اي ارتفاع الدور ده المية هنا هتكون زي ما احنا عارفين كده هتكون ضعيف انما تحت هتكون طبعا تأثيرها اعلى ليه لان الانحضار بيكون هيكون شديد نظرا للارتفاع التلاتة متر ده ليه مستر اشترش معنى التلاتة متر يعني هو اعتبرهم اللي هو منسوب ارتفاع دور وللأسف الوقت معاكم بيمر بسرعة على امل ان شاء الله اللقاء بكم في الغد القريب لاستكمال باقي حلقتنا المسلسلة واللي هنتناول فيها طريقة ومواضع خزان التغزية وازاي العملية ده بتتم خضنا معكم بعض الحوارات والمناقشات الخاصة بعملية تركيب الخزان ومواضع النبيب في ملخص سريع مع ان شاء الله وعد ان احنا نتكلم في الكلام ده بمزيد من التفصيل في حلقة قادمة دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة